اشتركوا في القناة مرحبا بكم من مادة الكيمياء العضوية خلينا نبدأ هذا الجدول الدوري رح نحتاجه بعد شوية بدي أبلش لكم بمصطلحات أساسية جدا المصطلح الأول هو مصطلح الأتم الأتم اللي هي الذرة بس أجي أحكي كلمة ذرة الذرة هي الوحدة الأساسية البنائية للكائنات الحية أو غير الحية كيف يعني؟ يعني كل المخلوقات على وجهه البسيطة سواء مخلوقات حية أو غير حية مكونة من ذرات الطاولة الكرسي اللي أنا أعد عليه أنا نفسي مكونين من ذرات هلأ هاي الذرات قد تكون مرتبة بجانب بعضها البعض خلص ما في بيناتها روابط واضحة زي هيك كما هو الحال في الذهب مثلا أو في الفضة أو في الحديد بهذا الشكل وقد تكون عندنا ذرات مترابطة مترابطة بروابط وهذه الروابط إما من سميها آيونيك بونت اللي هي روابط آيونية أو روابط تساهمية كوفيلانت بونت كوفيلانت بونت تمام لما يكون في عندنا ذرتين أو أكثر متشابهتين أو مختلفتين مترابطات فيما بينهم برابطة إما آيونيك وإما كوفيلانت سعيدها هذا الشكل اللي أمامكم هنا بسميه موليكيول بسميه موليكيول اللي هو كلمة جزيء تمام فهذا معنى كلمة موليكيول رح نشرح أول إشي تركيب الأتم ثم رح نشرح بعض الخصائص العامة عن الموليكيول طيب الآن خلينا نشرح الستركتر تبع الأتم الأتم بتكون مكون من النواة النواة بالإنجليزية معناتها نيوكلياس هاي أول مكون من مكونات الأتم اللي هي النيوكلياس النيوكلياس بتحتوي على مكونين المكون الأول اللي هو نيوترونات جزيئات موجودة جوة النيوكلياس وهاي الجزيئات من اسمها نيوترال نيوترال متعادلة يعني ما إلها لا شحنة موجبة ولا شحنة سالبة هذا أول مكون من المكونات النيوكلياس المكون الثاني اللي هو البروتونات البروتونات واللي هي جسيمات موجبة جسيمات موجبة تمام؟ فهي positively charged تمام؟ هلأ حوالين النيوكلياس بتدور إشي اسمه الإلكترونات الإلكترونات هدولة هم عبارة عن جسيمات سالبة صغيرة طيب كيف تدور حوالين النيوكلياس؟ بكون حوالين النيوكلياس في عندي إشي اسمه shells في إشي اسمه shells تمام؟ هذا اللي هون مثلا هذا اللي جوه هذا عبارة عن shell رقم واحد تمام؟ هذا اللي هون كاملا ودور عليه هذا shell رقم واحد وهذا اللي براته مثلا shell رقم اثنين تمام؟ shell رقم اثنين وهذا زي ما حكينا shell رقم واحد وهكذا طبعا عدد الشلز بكون حسب عدد الإلكترونات هلأ جوه الشلز الإلكترونات أيضا بتكون مقسمة بطريقة منظمة كيف بدي أنظم الشل؟ الشل فعليا يحتوي على إشي اسمه orbitals orbitals هلأ الشل رقم واحد يحتوي على orbital واحد وهذا orbital واحد بسميه s1 orbital إذا كان orbital أحادي يتسع لإلكترونين مثلا إذا كان orbital ثلاثي يتسع لست إلكترونات فهو بشكل عام orbital تمام؟ إما بكون أحادي إما بكون ثلاثي إما بكون خماسي في حالة الأحادي يتسع لإلكترونين في حالة الثلاثي يتسع لست إلكترونات وفي حالة الخماسي يتسع إلى عشرة إلكترونات خلينا نوضح هذا الإشي بشكل أكبر الشل الرقم واحد بيحتوي فقط على orbital واحد وهو s1 و s1 بيقدر يستوعب هو orbital أحادي بيقدر يستوعب إلكترونين كحد أقصى الشل رقم اثنين بالمقابل هذا الشل بيحتوي على two orbitals orbital بسميه s2 وهذا orbital أحادي بيستوعب إلكترونين كحد أقصى وبيحتوي على إشي اسمه p2 تمام p2 هذا orbital ثلاثي يعني بيقدر يستوعب 6 إلكترونات بيقدر يستوعب 6 إلكترونات وهكذا تمام فإذاً في عندي shells shell s1 shell 1 shell 2 shell 3 وهكذا والshells هاي بتحتوي على orbitals تمام الشل رقم واحد بيحتوي فقط على s1 لهو بوسع إلكترونين الشل رقم اثنين بيحتوي على s2 و p2 اللي هم هي s2 بوسع إلكترونين و p2 بوسع 6 فبالتالي shell رقم اثنين فيه s2 و p2 بوسع ومع بعض 8 إلكترونات في عندي طبعاً shell رقم ثري الشل رقم ثري هذا بيوسع فيه ثلاثة orbitals فيه s3 و فيه p3 و فيه d3 s3 بوسع إلكترونين p3 ثلاثي فبيوسع 6 إلكترونات d3 خماسي فبيوسع 10 إلكترونات فبالتالي shell رقم ثلاثة بيوسع 2 زائد 6 زائد 10 اللي هو بيوسع 18 إلكترون 18 إلكترون تمام؟ طيب هلأ بدي أوضح لكم بعض المصطلحات الشل الأخير فرضاً أنا عندي أتم طبعاً الأتمز بإيش بتختلف عن بعض بتختلف بمكونات الن يو تكلياس كل الن يو كلياس لكل الأتمز فيهم بروتونات ونيوترونات تمام؟ بس الميو كلياس فيه ال�негородات المختلفة بين الذهب والفضة والحديد مثلاً بكون عدد البروتونات والنيوترونات بختلف فيه ما بينها فمثلاً el id الحديد بكون عدد البروتونات والنيوترونات رقم معين والذهب عدد البروتونات والنيوترونات فيها عدد مختلف لكن كل الذرات تحتوي على بروتونات ونيوترونات في تركيبها تمام؟ طيب عدد البروتونات دائما يساوي عدد الإلكترونات لأن البروتونات موجبة والإلكترونات سالبة والأصل في الذرة إنها تكون متعادلة الأصل في الذرة إنها تكون متعادلة الآن إذا بدي أحكي أنا مثلا عن الشل الأخير والإلكترونات الذي فيه الشل الأخير هذا مع الالكترونات التي فيه بطلق عليهم مصطلح هذا المصطلح بسميه الValence Electrons بسميه الValence Electrons تمام? فالValence Electrons هم الالكترونات الموجودين في الـ Outer Most Shell تمام؟ في مصطلح تاني بدي أعلمكم اياه اللي هو مصطلح كيرنل of the atom يعني كيرنل of the atom؟ كيرنل of the atom هي كل الشيلز الداخلية بالاضافة الىوتر نيوكليس بالإضافة إلى النيوكلياس فإذن الكيرنل هي النيوكلياس والإنر إلكترونز والإنر إلكترونز طيب إذا فتحنا الجدول الدوري أول إشي كيف نعرف عدد الإلكترونات لأي ذرة في الدنيا عدد الإلكترونات زي ما قلنا يساوي عدد البروتونات فعلشان أعرف أوزع الإلكترونات لازم أعرف عدد البروتونات عدد البروتونات بقدر أعرفه من الرقم اللي موجود فوق العنصر في الجدول الدوري هذا الرقم بسميه الاتوميك نمبر الاتوميك نمبر وفي حالة الذرة كانت متعادلة تمام فالاتوميك نمبر يساوي البروتونات ويساوي الالكترونات تمام طيب هذا هو الاتوميك نمبر الاتوميك نمبر إذن يساوي البروتونات مثل ما قلنا تمام الاتوميك نمبر يساوي equal to the number of protons فيه رقم تاني موجود تحت لهو الرقم اللي هنا هذا الرقم اللي تحت اسمه الاتوميك ويت الاتوميك ويت وهو تقريبا يساوي مجموع البروتونات والنيوترونات يساوي مجموع البروتونز والنيوترونز تمام في داخل النيوكلياس تبعت أي عنصر أوكي؟ طيب إذا عجونا بدنا نشوف كيف الإلكترونات ترتب بناء على هاي الأرقام هلأ دايما نحكي إحنا كيف منرتب S1 تمام هاي الشل الأولى إذا أنا بدي أجي أرتب الإلكترونات أي عنصر العنصر طبعا ممكن يكون عنده شل واحد فقط ممكن يكون عنده 2 شلز ممكن يكون عنده 3 شلز وممكن يكون أكتر بس إحنا خلينا لعند يعني 3 شلز وأقولكم 4 شلز تمام شل رقم 4 تمام طيب الشل الأولى زي ما حكينا فيها S1 و S1 هي فقط بتوسع إلكترونين ففرضا العنصر فيه إلكترون واحد رح يكون فقط فيه S1 فيه شل 1 فيه إلكترون واحد طيب فرضا العنصر فيه إلكترونين لأنه فيه بروتونين مثلا زي الهيليم فيه 2 إلكترون فرح يكون S1 معبّة بإلكترونين رح يكون معبّة بإلكترونين طيب فرضا العنصر فيه 3 إلكترون 3 إلكترون ما دي يسعوا فيه شل 1 لحالها بدنا ندخل بدنا نكون شل 2 في هاي الظرة على سبيل المثال الليثيوم فيه 3 إلكترون تمام هلأ شل 2 زي ما حكينا إحنا فيها S2 وفيها P2 خلنا نحط S2 هنا وخلنا نحط P2 هنا P2 زي ما قلنا ثلاثية تمام شل 2 بالبداية بيبدأ يتعبّى S2 فرضا أنا عندي عنصر فيه 3 إلكترونات بيكون إلكترون 2 التالت بيكون موجود في S2 طيب فرضا عنصر زي البليريم فيه 4 إلكترونات هذا العنصر البليريم اللي فيه 4 إلكترونات رح يكون في عندي إلكترونين في S1 وإلكترونين في S2 فرضا عنصر البورون تمام البورون اللي هو بيحتوي على 5 إلكترونات رح يكون 2 منهم في S1 2 منهم في S2 وهلأ بدنا نبدأ نعبي P2 فمنعبي إلكترون هون طيب فرضا عندي عنصر الكربون 6 إلكترونات 2 هون 2 هون و 2 في P2 كيف منعبي 2 في P2 واحدة في الفراغ الأول واحدة في الفراغ الثاني زي هيك طيب النايتروجين فيه 7 إلكترونات لأنه فيه 7 بروتونات تمام 2 منهم هون و 2 منهم هون أي صاروا 4 ضل 3 الثلاثة بدهم يتوزع على P2 واحدة هون و 1 هون و 1 الثالثة هون تمام طيب الأكسوجين فيه 8 إلكترونات 8 إلكترونات هدولة موجودين 2 منهم في S1 2 منهم في S2 و 4 منهم في P2 كيف بتوزعوا إلكترون 2 3 4 تمام الفلورين بكون فيه عندي P2 فيها إلكترونين إلكترونين إلكترون 1 طبعا S2 و S1 معبيين النيون يعتبر هاي بالمناسبة العناصر اللي هون كلاياتها اللي بهاي الجهة بسميها غازات نبيلة رح نحكي عنها بعد شوية بس المصطلح بالإنجليزي اسمه inert gases و رح نوضح أنه هاي الغازات بتحبش كتير تتفاعل رح نوضح السبب تمام طيب المهم النيون فيه 10 إلكترونات 2 في S1 2 في S2 هاي صاروا أربعة و 6 في P2 6 8 10 تمام فإذا شلتوا كلياتها معبية في النيون بكون هنا في عندي 6 إلكترونات تعالوا نيجي لشل 3 شل 3 فيه S3 P3 D3 S3 بكون فيه فراغ واحد P3 فيه 3 فراغات و D3 تمام هاي بدي أرسمه هنا باللون الأحمر D3 بكون واحد 2 3 4 5 فراغات تمام طيب شو اللي بديه يصير فرضا ناخد العنصر اللي بعد النيون اللي هو السوديوم السوديوم فيه 11 إلكترون 11 إلكترون 2 منهم في S1 هيضل 9 2 منهم في S2 هيضل 7 6 منهم في P2 هيضل 1 فالإلكترون للزيادة رح يروح على الأخير رح يروح في السوديوم على شل 3 تحديدا في S3 بروح حونا طيب المغنيسيوم المغنيسيوم فيه 12 إلكترون 2 في S1 2 في S2 6 في P2 هيصار عندنا 10 ضل 2 واحد منهم في S3 والتاني أيضا في S3 هي هيك المغنيسيوم بتكون الإلكترونات مرتبة فيه معبه S1 معبه S2 معبه P2 و S3 من الشل 3 معبه P3 و D3 بيضلوا فاضين تمام طيب دعالوا للعنصر البعدي اللي هو الألمنيوم الألمنيوم فيه 13 إلكترون تنتين منهم في S1 هيضل 11 تنتين منهم في S2 هيضل 9 6 منهم في P2 هيضل 3 تنتين منهم في S3 هيضل 1 و 1 من هدول الإلكترونات في P3 هي بحطه هون تعالوا للسيليكون السيليكون فيه 14 إلكترون بيكون معبه عندي S1 و S2 و P2 و S3 بيضل عندي إلكترونين الإلكترونين هدول 1 منهم بحطه في المدار الأول في P3 1 منهم بحطه في الفراغ الثاني في P3 تعالوا للفوسفورس الفوسفورس 15 إلكترون 2 في S1 ظل 13 2 في S2 ظل 11 6 في P2 ظل 5 2 في S3 ظل 3 الثلاثة هدولدهم يتوزعوا في P3 في الشلة الثالث 1-2 بحط الثالث هون السلفر السلفر رح يكون في عندي 4 إلكترونات في P3 يكون الإلكترون الرابع هون الكلورين بيكون في عندي 5 إلكترونات في P3 الإلكترون الخامس بيكون هون الارغون بيكون في عندي بيكون في عندي تمام 6 إلكترونات في P3 بيكون موجود هون تمام بيكون موجود هون تمام طيب هلأ بدي إياكم تفهموا معلومة مهمة جدا 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 تمام ألا وهي إنه إحنا الآن بس ننتقل للعنصر رقم 19 مش رح نبدأ نعبي D3 لا نبدأ نعبي S4 إيش السبب العلمي تبع هذا الكلام السبب العلمي إنه S4 طاقته أقل من طاقة D3 التفصيل الأكتر ما بدي إياكم ما بدي تفسير أكتر من هيك إحفظوا التفسير زي ما هو ومش رح تنسئلوا عنه بالامتحان بس أنا بدي أحاول أضبط مبادئ عامة طيب يا عبدالهادي إفهمنا كل هذا اللي حكيته بس إيش بنستفيد من معرفة كل هذا الكلام اللي بنستفيده من معرفة الشيلز والأوربيتال زيلي فيهم وكيف بتتعبل الإلكترونات هو معرفة ميل العنصر للتفاعل هلأ زي ما حكينا كل الذرات ممكن أو مش كلها نحكي أغلبها في الوضع الطبيعي لأنه كلها في الوضع الأوضاع الغير طبيعية أما أغلبها في الوضع الطبيعي بتحب تتفاعل وتشكل بحيث أنه ذرة تربط مع ذرة تانية برابطة إما آيونيك وإما كوفيلنت إيش الهدف من هاي الروابط أو ليش بتتشكل هاي الروابط هلأ كل عنصر في الدنيا كل أتم في الدنيا من هاي الأتمز اللي موجودة هون تبحث عن الاستقرار وجدوا العلماء لما درسوا هدول الإنرت جازز إنهم مستقرين بشكل كبير عشان هيك هدول الإنرت جازز ما بتفاعلوا إلا تحت ظروف معينة وخاصة جدا ليش؟ كل هدول الإنرت جازز يشتركوا في إنه الشل الأخير تبعهم تقريبا ممتلئ لما نحكي كلمة تقريبا هنا الشل الأول ممتلئ هنا الشل الثاني ممتلئ هنا الشل الثالث S3 و P3 منهم ممتلئ وهذا يجعله مستقر وبعيد عن التفاعل وهكذا تمام هلأ مثلا إذا يجينا لها عنصر الكلور عنصر الكلور اللي هو أقل بإلكترون من الأرغون من هذا الغاز عنصر الكلور أو الكلورين الشل الأول فيه ممتلئ الشل الثاني فيه ممتلئ الشل الثالث S3 فيه ممتلئ P3 فيه 5 إلكترونات وليس 6 فهو محتاج لإلكترون 1 تمام؟ علشان يمتلئ الشيل 3 تبعه علشان يصير مستقر أكثر زي حالة الأرغون تمام؟ فعلشان يصير مستقر محتاج إلكترون وعشان يصير عنده إلكترون هو أمام واحد من خيارين إما أنه يسحب إلكترون من ذرة ثانية إما أنه يسحب إلكترون من ذرة ثانية وإما أنه يتشارك الإلكترونات مع ذرة أخرى بحيث أنه في كلتا الحالتين لازم يصير عنده P3 ممتلئ يصير عنده P3 ممتلئ فبصير هذا الكلورين مستقر وهذا الكلام يطبق على كل العناصر تقريباً اللي هي مش spiritualized يطبق على كل العناصر اللي هي مش spiritualized كل العناصر بتحب تملأ مدارها الأخير بالإلكترونات سواء لما نحكي المدار عفوا تحب تملأ الشيل الأخير تبعها بالإلكترونات سواء Shell 1 إذا عندها Shell 1 فيه فراغات Shell 2 إذا كان فيه فراغات Shell 3 بتحب تملأ S3 و P3 هلأ ممكن تملأ دي ثري وبتصير مستقرة أيضا لكن مش شرط يعني الفكرة أنه إذا عنصر ملأ S ثري و P ثري فقط بيصير مستقر أيضا تمام وبرضه تفسيرها العلمي مش كتير مهم لكن بس عشان تكونوا عارفين تمام طيب إذن الحل إما أنه يكتسب إلكترون يسرق إلكترون من غيره وإما أنه يتشارك إلكترونات مع غيره في حل ثالث نعم في حل ثالث الحل الثالث أنه يخسر إلكترونات الشل الأخير كامرة كيف يعني ناخد مثال على الصوديوم الصوديوم فيه 11 إلكترون قلنا 11 إلكترون هدولا S1 مع بي إلكترونين S2 مع برضه بإلكترونين هيصاروا أربع إلكترونات P2 مع بي 6 إلكترونات هيصاروا 10 إلكترونات بعدين عندي S3 مع بي إلكترون واحد طيب هذا الصوديوم لو خسر الإلكترون اللي موجود فيه S3 منحه لأي ذرة ثانية إيش أنا رح يصير؟ رح يفضل S3 رح يصير زي كأنه مش موجود رح يصير زي كأنه مش موجود بالتالي بصير الشل الأخير هو شل رقم 2 مش شل رقم 3 لأنه S3 فضي خلص فبالتالي الشل الثالث صار فاضي بصير الشل الثاني هو الأخير والشل الثاني أصلا خلقه ممتلأ فبالتالي بصير الصوديوم أيضا مستقر فلاحظوا أنه السوديوم لما خسر إلكترون واحد صار S3 فاضي فصار زي كأنه الشل الثالث كله يعتم لش موجود لأنه S3 فاضي وP3 وD3 أصلا كانوا فاضي من أول فبالتالي صار الشل الأخير هو الشل الثاني والشل الثاني ممتلأ فبالتالي بصير الصوديوم بالتالي بصير الصوديوم مستقر طيب خلينا نشوف تطبيق عملي هلأ فهمنا كيف بصير الاستقرار إذن لا الثرات بتحاول كل الثرات تصير شبيهة بالإنرت جازز بأنه يكون مدارها الأخير ممتلأ بالإلكترونات وهذا الإشي بتم إما عن طريق كسب أو خسارة إلكترون وإما عن طريق مشاركة الإلكترونات خلينا ناخد مثال عن كسب وخسارة الإلكترونات فكرة كسب وخسارة الإلكترونات تمثل بيه إشي اسمه على سبيل المثال شوفوا الصوديوم الصوديوم فيه 11 إلكترون يعني الشل الأخير تبعه هو الشل الثالث والشل الثالث فيه فقط S3 اللي هو فيه إلكترون واحد P3 وD3 فيه الصوديوم فاضين فهيه الإلكترون اللي هون الكلور رقمه على الجدول 17 فبالتالي الكلور عنده الشل الثالث فيه S3 معبة وP3 معبة إلا إلكترون يعني S3 هنا فيه إلكترونين وP3 فيه خمس إلكترونات طيب الكلور من مصلحته أنه يصير الP3 تبعه 6 إلكترونات بالتالي بانتلق الشل الثالث تمام إزل S والP فيه بيصير مستقل والصوديوم من مصلحته أنه يخسر الإلكترون اللي فيه S3 عشان يصير الشل الأخير طبعه هو شل رقم 2 وبالتالي بيصير مستقل فش اللي بيصير هنا؟ اللي بيصير أنه السوديوم يمنح الإلكترون تبعه للكلور الكلور يكتسب الإلكترون وبتشكل عندي رابطة اسمها Ionic Bond بحيث أنه السوديوم صار موجب واحد لأنه خسر إلكترون سالب والكلور صار سالب واحد لأنه كسب إلكترون واحد سالب طيب بس نيجي نحكي السوديوم والكلور صار فيه بيناتهم Ionic Bond هذا مصطلح مجازي لأنه فعليا قوة الانجذاب بيناتهم هي قوة الانجذاب بين إشي موجب وإشي سالب ولهو أنا مثلا مثلا أنا فرضا عندي إلكترون أو فرضا عندي فلوس ورحت أعطيت هاي الفلوس لصاحب إلي هدية هل هذا الإشي رح يسوي رابطة بيني وبينه؟ هل أنا فيه فلوس مشتركة بيني وبينه؟ لا كان ما فيه أي إشي مشترك بيني وبينه كل الفكرة إني أنا أعطيته فلوس فبالتالي أنا خسرته فلوس وهو كسبه فلوس لكن إيش الإشي اللي بيخلينا جنب بعض بيقوي صحبتنا إني أنا أحسنت لإله أو أنا كنت كويس معه فبالتالي هو رح يصير يحبني لإني أنا أحسنت لإله وأنا أكيد ما أحسنت لإله إلا لإني بحبه فبالتالي نفس المبدأ الـ Ionic Bond الـ Ionic Bond هو ما صار فيه تشارك بيناتهم إشي يربطهم لكن الصوديوم أحسن إلى الإكلور بأنه أعطاه الإلكترون تبعه الصوديوم عنده فائض إلكترون البس يعطيه بيصير مستقر والإكلور عنده ناقص إلكترون وبس يكتسبه بيصير مستقر فبالتالي الموجب والسالب بيصير فيه جذاب بيناتهم هاي مش رابطة بمعنى رابطة حقيقية تمام؟ يعني ما فيه تشارك هذا هو معنى مش رابطة حقيقية ما فيه تشارك الفكرة أنه الصوديوم موجب والإكلور سالب فلما يترتبوا جنب بعض هاي مثلا إكلور هاي صوديوم هاي إكلور هاي صوديوم هاي إكلور هاي صوديوم هاي إكلور وهكذا بيكونوا كلهم متراصين جنب بعض بحيث أنه بشكله زي الكريستال فالـ NACL هو ملح الطعام بيكون جاي على شكل ملح أو كريستالات صغيرة كتير ليش؟ لأنه كل الصوديومات والكلورات متجاذبين مع بعض بسبب أن الصوديومات الموجبة بتنجذب إلى الكلورات السالبة زي كأنها رابطة إحسان هاي هي الآيونيك بونت رح تختلف عن الكوفيلنت بونت اللي بيصير فيها تشارك بيصير فيها اختقارب بين العنصرين بسبب أنه عندهم إشي مشترك فيه إشي ملك إلهم همتينين رح نحكي عن الكوفيلنت بونت بعد شوية تمام؟ طيب هاي الآيونيك بونت زي ما أنتم ملاحظين مكونة من عنصر موجب العنصر الموجب هذا كان عنصر متعادل وكان عنده ميل لخسارة الإلكترونات العناصر اللي عندها ميل لخسارة الإلكترونات منسميها إلكترو بوزيتف إلكترو بوزيتف وبس تخسر هاي الإلكترونات وتصير آيونات موجبة منسميها كاتايونز منسميها كاتايونز الكلور الكلور كان عنده ميل لكسب الإلكترونات العناصر اللي عندها ميل لكسب الإلكترونات منسميها إلكترونيكتف وبس تكتسب إلكترونات وتصير سالبة سالبة 1 سالبة 2 حسب عدد الإلكترونات اللي كسبتها منصير نسميها أنايونز منصير نسميها أنايونز تمام فهايه ملخص فكرة الايونيك بوند هاي أمثلة عندكم هنا صراحة كونها ميني لكتشر ما كتير بدي أفصل في الأمثلة لكن بدي أفرجيكم بعض الأمور مثلا بدي أفرجيكم التفاعل بين المغنيسيوم والفلور المغنيسيوم زائد الفلور إذا رحنا شفنا الفلور على الجدول الدولي طبعا الفلور دايما بيكون F2 السبب مش يعني بيكون فيه كوفيننت بوند بين كل فلور وفلور رح نفسر شو معنا كوفيننت بوند بعد شوي مش اشي كتير تدقي عليه والمغنيسيوم بيكون زي هيك هلا إذا شفنا المغنيسيوم هذا اللي بهمني هلا إذا شفنا المغنيسيوم رح نلاحظ إنه الأتوميك نمبر تبعه 12 يعني S1 فيه إلكترونين S2 فيه إلكترونين و P2 فيه 6 إلكترونات هيصاروا عشرة و S3 فيه إلكترونين P3 فاضي تمام هلا هذا المغنيسيوم عشان يصير مستقر إما أنه بدي يكسب 6 إلكترونات هون أو بدي يخسر الإلكترونين اللي في S3 يعني لما يخسر الإلكترونين في S3 بنشطب كل المدار أو بنشطب كل الشل الثالث أو إذا كسب 6 إلكترونات سعيتها بيمتلئ كل P3 سعيتها بيصير الشل الثالث مستقر مين الأسهل تكسب 6 أو تخسر 2 أكيد تخسر 2 فبالتالي المغنيسيوم بدي يخسر إلكترونين بدي يخسر إلكترونين هلا بس يتفاعل المغنيسيوم مع الفلور تعالوا نشوف الفلور الاطو ميك نومبر فيه 9 يعني عدد البروتونات 9 lightning يعني عدد البروتونات 10esen. طيب فلور شو وضع طبعوه S 1 فيه ηلكترونين S 2 فيه إليكترونين P T فيه خمس開فو 5 What it does السلحته يعني يكسب الالكترون n1 عشان يتعبّا الشل النهائي طبعوه أعشان يطلبه الشل النهائي تبعوه تبعوهدي و Ireland طيب هلأ أنا إذا عندي فلور بده بس يكسب إلكترون المغنيسيوم بده يخسر الإلكترونين فشو الحل؟ الحل إني أنا بكل بساطة أحط 2 فلور فأنا بفاعل المغنيسيوم مع 2 فلورز تمام زي هيك المغنيسيوم مع 2 فلورز كل إلكترون بروح لحبة فلور واحدة فهذا الإلكترون رح يروح لهاي الفلور فهاي الفلور بدلا بفيها 7 إلكترونات في الشل التاني الأخير تبعها بصير فيها 8 إلكترونات ونفس الإشي هاي الفلور بتكسب الإلكترون الثاني فهذا المغنيسيوم منح هذا الإلكترون لهون ومنح هذا الإلكترون لهون بالتالي صار في عندي رابطة يسمها MG أو عنصر اسمه MGF2 إيش هذا الـ MGF2؟ الـ MG منح إلكترونين واحدة للـ F الأولى وواحدة للـ F الثانية وصار في عندي آيونيك بونت بيناتهم تمام؟ طيب هذا الإكزامبل الأول هذا الإكزامبل الثاني إيش بيحكي لك؟ What charge will be the Blyrium Ion خلينا نشوف شو الشحنة بس تشكل البليريم يعني البليريم بس يشكل آيونيك بونت شو بتصير شحنته؟ هل بتصير موجب واحد موجب اثنين موجب ثلاثة ولا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة نروح نشوف الجدول الدوري البليريم فيه أربع إلكترونات ككل معناته في عندي الشل الأول S1 فيه إلكترونين S2 أيضا فيه إلكترونين وP2 فاضي تمام؟ فالشل التاني فيه فقط إلكترونين موجودين فيه S2 طيب البليريم عشان يصير مستقر إما أنه بده يخسر إلكترونين وينشطب كل الشل التاني وإما أنه بده يكسب ست إلكترونات ويتعبى كل الشل التاني ينحطه كل ستة هدولة هون بP2 مين أسهل يكسب ست إلكترونات ولا يخسر إلكترونين؟ أكيد الأسهل يخسر إلكترونين طيب أنا لما أخسر إلكترونين كل إلكترون عبارة عن سالب واحد شو بده يصير شحنة البليريم؟ الآيون تبع البليريم بصير الأيون تبع البليريوم موجة بالتنين موجة بالتنين تمام فزي هيك هاي بتلاحظوا هنا الجواب وتشارج البليريوم والكري بليريوم بيحمل شحنة موجة بالتنين تمام طيب نيجي للإكزامبل الثالث ايش بيحكي لكون بس نيجي نحكي عناصر الالكترو بوزيتف او الالكترو نيجاتف بديعطيكم صورة تخليكم اتميزوا بين هذا الاشي بسهولة وما تخوضوا كتير في التفسير العلمي راح اشرحوا مرة واحدة فهمتوا فهمتوا ما فهمتوا يحفظوها زي ما هي هلأ دائما علشان انا اعرف مين المور الالكترو نيجاتف فالعناصر اللي بتطلع لفوق العناصر كل ما كانت فوق بتكون مور الالكترو نيجاتف فبالتالي العناصر اللي لتحت تكون مور الالكترو بوزيتف تمام العناصر اللي لفوق مور الالكترو نيجاتف والعناصر اللي تحت مور الالكترو بوزيتف مثال يا عبدالهادي لو بدي اقارن بين الصوديوم وبين الليثيوم مين منهم فوق الليثيوم فبالتالي الليثيوم مور إلكترو نيغاتف مين منهم تحت الصوديوم بالتالي الصوديوم مور إلكترو بوزيتف طيب هذا على مستوى فوق تحت فرضاً عم بتقارن بين عنصرين جايين جنب بعض فبحكي لك كل ما مشينا لا اليسار أو مشينا بهذا الاتجاه فبكون العنصر مور إلكترو نيغاتف وكل ما مشينا بهذا الاتجاه بيصير العنصر مور إلكترو بوزيتف يعني فعالي نقارن البرون والكربون من منهم More Electro Positive البرون جاي على اليمين بهذا الاتجاه هو More Electro Positive الكربون جاي على اليسار بلتالي هو More Electro Negative إذا سألك من منهم More Electro Positive دائما احفظ Electro Positive تحت أو يمين الالكترو Negative فوق أو يسار هلأ ليش؟ Eish السبب العلمي؟ ليش مثلاً اللي فوق More Electro Negative اللي فوق بيكون عدد الشلس فيها أقل فبالتالي الشل الأخير أقرب للنيوكليس فبالتالي قوة التجاذب بتكون أكبر فسهل هذا اللي فوق إنه يسحب إلكترونات أكتر تمام عشان هيك هو مور إلكترون يكتف مقارنة باللي تحتي طيب اللي تحت بتكون عدد الشل ستعيته أكبر بالتالي إحنا عم نبعد أكتر عن النيوكليس بالتالي قوة الجذب بتصير أضعف بالتالي سهل إنه يفقد الإلكترون أكتر من إنه يكسبه تمام طب لما نقارن بين عنصرين هدولة جمب بعض أنا بدي أسألكم سؤال مين أسهل إنه يكسب إلكترون واحد الشل الأخير تبعه فيه فراغ لا إلكترون بده إلكترون واحد مثلا عشان يستقر ولا واحد الشل الأخير تبعه بده ثري إلكترون عشان يستقر مين أسهل تكسب إلكترون ولا تكسب ثري إلكترون أكيد تكسب إلكترون بالتالي مثلا هاي العناصر كلياتها هاي العناصر بدها تكسب فقط إلكترون واحد عشان تصير مستقرة بينما العناصر مثلا هدول العناصر بدهم يكسبوا إلكترونين عشان يصيروا مستقرين هدولا بدهم يكسبوا ثلاث إلكترونات عشان يصيروا مستقرين فبالتالي هدولا مور إلكترون نيجاتف هدول اللي هنا كل آياتهم مور إلكترون نيجاتف مقارنة بهدول وهدولا مور إلكترون نيجاتف مقارنة بهدول طيب فعلى هذا الأساس تقدروا تحلوا أي سؤال بهذا الشكل بتمنى أنه كل النقاط تكون واضحة هيك شرحنا الآيونيك بوند هلأ خلينا ندخل على الكوفيلانت بوند الكوفيلانت بوند زي ما حكينا عندي رابطة تشاركية بتكون منها موليكيول موليكيول إيش هي الموليكيول الموليكيول طبعا هي جوند إما باي كوفيلانت بوند أو جوند باي آيونيك بوند بس إحنا بالعادة نطلق الموليكيول أكتر لما يكون فيه كوفيلانت بوند نطلق الموليكيول أكتر لما يكون فيه كوفيلانت بوند ليش؟ إنه زي ما قلنا الآيونيك بوند هي رابطة مجازا هي مش رابطة حقيقية هي علاقة حب علاقة حب لأنه واحد أعطى للتاني واحد أحسن للتاني تمام بينما هنا لا هي علاقة حقيقية صار في تشارك كل واحد تحط جزء من الإلكترونات وحكالك هاي الإلكترونات المجموعة هي إلنا إحنا التنين نوضح بمثال أوضح بكتير الهايدروجين إذا شفتوا الأتوميك نمبر تبعه على الجدول الدوري الأتوميك نمبر تبعه واحد بالتاني ما في عنده غير S1 وفيه إلكترون واحد والهايدروجين التاني نفس الإشي الـ S1 تبعه فيه إلكترون واحد فبالتالي المدار الأخير تبعه فقط فيه إلكترون واحد تمام طيب إيش اللي رايح يصير اللي رايح يصير باختصار يا جماعة الخير إنه هذا الهايدروجين بيجي بيحكي لهذا الهايدروجين شو رأيك نتشارك إلكتروناتنا مع بعض بحيث أنا أصير أحكي إنه أنا عندي إلكترونين تبعوني لأنهم تبعوني وتبعونك وإنت تصير تحكي كمان إنه هدول الإلكترونين تبعونك إنهم فعلياً تبعونك وتبعوني في الهايدروجين الثاني وافق فبالتاني الهايدروجين هاي صار الاس وان تبعها فيه إلكترونين والهايدروجين هاي صار الاس وان تبعها فيه إلكترونين طيب من وين يجي هدول الإلكترونين هدول الإلكترونين فعلياً هدول الإلكترونين هم ملك لبوث هايدروجين فهاي الهايدروجين عندها إلكترونين لأنها متشاركة زي أنا لما أجي أنا وصاحبي نيجي نحكي بدنا نفتح مشروع أنا أحط خمسين دينار وهو يحط خمسين دينار نصير نحكي مشروعنا بقيمته ميت دينار هل أنا أملك الميت دينار بمفردي؟ لا أنا أملك الميت دينار أنا وصاحبي مع بعض بس أنا أملك الميت دينار لأنها فعليا هي ملك إلي ولا صديقي بنفس الوقت فنفس المبدأ الذرات بتصير تحاول تعب المدار الأخير تبعها الشل الأخير تبعها عن طريقة تشارك الإلكترونات مع بعضها البعض طيب خلينا نعرف مصطلحين المصطلح الأول اللي هو البوند لنث والمصطلح الثاني اللي هو البوند انرجي إيش معنى هدول المصطلحين؟ البوند انرجي هي بكل بساطة الطاقة اللازمة لكسر الكوفيلنت بوند في واحد مول من أي مادة إيش معنى كلمة واحد مول؟ إيش معنى كلمة مول؟ ما بدي أفصل في كلمة المول لأنه ما رح تلزمنا الآن بس المول من أي مادة هي 6.023 ضرب 10 قوة 23 ذرة يعني لما أجي أحكي واحد مول من الهايدروجين فمعناها أنه عندي هذا العدد من الظرات من الهايدروجين لما أحكي عندي 2 مول من الهايدروجين معناته عندي هذا العدد ضرب 2 وهكذا تمام؟ لما أجي أحكي عندي ثلاثة مول مثلا من الصوديوم فمعناته عندي هذا العدد ضرب ثلاثة من ذرات الصوديوم تمام؟ طيب معناته المول هو تعبير إذن عن عدد الذرات لأن الذرات تختلف في أحجامها فمثلا ذرة الصوديوم أكبر من ذرة الهايدروجين فالواحد مول من الهايدروجين بساوي واحد جرام من الهايدروجين يعني كل واحد جرام من الهايدروجين فيه 6.023 ضرب عشر قوة 23 ذرة تمام؟ بينما الواحد مول مثلا من الصوديوم بيكون فيه 11 جرام عدد المولات يساوي بالكتلة بالكتلة الأتميك نمبر تمام؟ فمثلا الصوديوم فيه 11 جرام الصوديوم المول الواحد عبارة عن 11 جرام من الصوديوم إيش يعني؟ يعني أنا لو جبت 11 جرام وزنتهم على الميزان من الصوديوم وشفت عدد الذرات فيهم رح ألاقيهم 1 مول أو رح ألاقيهم 6.023 ضرب عشر قوة 23 ذرة تمام؟ فهذا معنى كلمة مول إذن هاي هي التعريف البوند إيناجي اللي هي الطاقة اللازمة لكسر الكوفيلنت بوند في 1 مول من الموليكولز هلا البوند لينث هي الـ average length between two covalent bonded atoms إيش يعني؟ يعني أنا عندي هاي هيدروجينة مع هيدروجينة وكمان هيدروجينة مع هيدروجينة وكمان هيدروجينة مع هيدروجينة هنا عبارة عن كوفيلنت بوند كوفيلنت بوند كوفيلنت هلا الطول بيناتهم مهمة 3 تقريبا بيكون متساوي لكن بيختلفوا فيه إشي بسيط بيختلفوا فيه إشي بسيط تمام؟ هاي نقطة مهمة وكمان نفس الرابطة هاي بين هاي الهيدروجينة وهاي الهيدروجينة على مر الزمن بتصير تتغير إما بتزيد أو بتقل بحسب إشي بسيط بحسب الظروف المحيطة فأنا باخد الـ average تبع هاي الأطوال بين الموليكولز المختلفة من نفس النوع يعني بين هيدروجين وهيدروجين 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 باخد الـ average تبعهم ونفس الموليكول على مر الوقت باخد الأفريج تبعه كل الأفريج تبع أو كل المتوسط تاع هاي الأطوال بسميه البوند لنث بسميه البوند لنث تمام طيب الآن خلينا ندخل في موضوعنا احنا بنحكي عن أورغانيك كيمستري الأورغانيك كيمستري بشكل أساسي بتدرس المركبات العضوية اللي هي تركيبها الأساسي الكربون ما في مركب بسميه مركب عضوي إذا كان لا يحتوي على كربون وليس كل مركب عضوي يحتوي على كربون هاي نقطة مهمة يعني في مركبات عضوية لا تحتوي في مركبات مش عضوية لكنها تحتوي على كربون هاي النقطة مهمة لكن احنا بنائم نكون بشكل عام نحكي تقريبا لما نيجي نحكي مركب عضوي فهو مركب يحتوي على كربون الكربون هلا إذا بدنا نيجي نشوف الاتوميك وي الاتوميك نمبر تبعه الاتوميك نمبر تبعه على الجدول الدوري ساوي 6 يعني إذا بنشوف توزيع الإلكترونات فيه الشلل الأول س SCP هاي إلكترونين S2 فيه أيضاً إلكترونين ضل كم إلكترونين نحط في P2 ضل إلكترونين طيب هذا الكربون عشان يصير مستقر إما بده يخسر الإلكترونات اللي موجودين في الشل التاني اللي هم 2 زائل 2 يساوي 4 وإما بده يكسب إلكترونات اللي يتعبل P2 عشان يتعبل P2 لازم يصير 6 وهو 2 حانياً فلازم يكسب 4 إلكترونات فبالتالي الكربون يا بده يكسب 4 إلكترونات يا بده يخسر 4 إلكترونات هذا وهذا احتمالية حدوثهم أو يعني التنين صعبين فالكربون في الغالب بلجأ لأنه يعمل Covalent Bonds يتشارك إلكتروناته مع غيره يتشارك الإلكترونات اللي في الشل التاني الأربعة تابعونه مع غيره فبالتالي بيصير معبة الشل التاني تمامه عن طريق التشارك عن طريق الكوفيلنت Bonds طيب بما أنه عنده أربع إلكترونات وبده أربع إلكترونات فبالتالي الكربونة بتعمل أربع روابط بتعمل أربع روابط علشان تصير مشبعة أو علشان تصير مستقرة الإلكترو نيغاتيفتي تابعة الكربون جاي بالوسط بين العناصر لا هي كتير إلكترو نيغاتيف ولا هي كتير إلكترو بوزيتيف طيب إذا بدي أشوف الكربون كيف بده يتفاعل مع المواد فرضا أنا بدي أشوف مثلا هنا مادة اسمها الكلوروميثان اللي هي ال-CH3-CL كيف الكربونة هنا به هاي الكوفيلنت Bonds اللي عملتها مع ثلاثة هيدروجين وواحد كلور كيف صارت مشبعة تعالوا نشوف الكربونة فيها ست إلكترونات يعني مدارها الأخير فيه أربع إلكترونات إلكترون اثنين ثلاثة أربعة تمام زي ما قلنا مدارها الأخير فيه أربع إلكترونات طيب ال-Hydrogen ال-Hydrogen أصلا ال-Atomic number تبعه واحد فما عنده غير واحد إلكترون نفس الإشي ال-Hydrogen الثاني نفس الإشي ال-Hydrogen الثالث ما أنه في عندي أنا في العنصر ثلاثة هيدروجينات طيب شو بالنسبة للكلور إذا رحنا على الجدول الدوري رح نراحظ أنه ال-Atomic number تبع الكلور يساوي 17 طيب السبعطاش هات نوزعها هاي أمدى حط عندي الكلور هنا علشان أعرف كيف ديوزع السبعطاش S1 فيه إلكترونين هيصاروا 15 S2 فيه إلكترونين هيصاروا 13 P2 فيه 6 إلكترونات تمام P2 فيه 6 إلكترونات بالتالي صاروا 7 إلكترونات اللي ضايلين عندي هلا السبع إلكترونات هدولة بدي أوزعهم S3 فيه إلكترونين هيصاروا 5 إلكترونات بعدين عندي P3 هنا فيه 5 إلكترونات اللي ضايلين معناته أنا الحل أني أكسب إلكترون واحد بحيث يصير P3 6 فبالتالي بصير هذا الكلور متوازن بصير هذا الكلور متوازن أو بنحكي مستقر ليش؟ لأنه بصير S3 والP3 تبعونه متعبين يعني الكلور باختصار محتاج إلكترون واحد وهذا الكلور ما بيفرق مع الكلور سواء يكتسبوا أو تشاركوا مع غيره يعني خليني أرسم هنا الكلور بكون عنده إلكترون 2 3, 4 5, 6, 7 تمام؟ طيب إيش اللي بدي يصير؟ اللي بدي يصير إنه هلا الهايدروجينة محتاجة إلكترون تزيادة في مدارها بتستقر تمام؟ الهايدروجينة هاي محتاجة إلكترون تزيادة في مدارها ما استقر وهاي نفس الإشي اللي هي درجينة هذا الكلور محتاج إلكترون تزيادة وبيستقر والكربونة محتاجة أربع إلكترونات زيادة وتستقر شو بتصير؟ شو اللي بدو يصير؟ بتيجي الكربونة مع هاي الهايدروجينة بتحكي لها يلا أنا وياكي عنا إلكترونين ملك إلنا وإلك فهاي الهايدروجينة صار عندها هدول الإلكترونين استقرت هاي الكربونة صار عندها إلكترون اثنين ثلاثة وأربعة خمسة فزاد استقرارها بتيجي الكربونة بتعمل نفس الإشي مع هاي الهايدروجينة بتحكي لها هدول الإلكترونين ملك إلي وإلك فشو بده يصير لهاي الهايدروجين هاي الهايدروجين صار عندها إلكترون إلكترونين استقرت هاي الكربونة شو اللي صار معها صار عندها إلكترون 2 3 4 5 6 فزاد استقرارها بتعمل نفس الإشي مع الهايدروجين الثالث هاي فبصير الكربون عندها 2 4 6 7 إلكترونات شوف ده تساوي هلا الكربونة بتيجي لهاي السي أل بتحكي لها يلا نتشارك إلكتروناتنا مع بعض تمام فهاي الكربونة صار عندها 2 4 6 8 صارت مستقرة شو بالنسبة للكلور؟ الكلور عنده إلكترونين أربعة ستة وإلكترونين متشاركهم مع الكربون تمانية في الكلور أيضاً استقر فبالتالي هذا هو الشكل تبع CH3CN هيك بصير مستقر عن طريق توزيع الإلكترونات بهذا الشكل بس أجي أرسمه بكتب هيك الكربونة وبرسم الهايدروجينات والكلور بالمناسبة بس أحط شحطات زي هيك إذا حطيت الهايدروجين أو ما رسمت الهايدروجين نفس الإشي يعني لقدام للاختصار حتشوفوا إنه إحنا ممكن ما نرسم الهايدروجين نرسم بهذا الشكل فقط تمام؟ هذا تسهيل علينا تسهيل علينا وخلص بس تشوفوا هاي الرسمة في الكتاب يعرفوا إنه الروابط اللي جايين زي هيك المقصود فيهم إنه عليهم سوري المقصود إنه عليهم هيدروجين المقصود إنه عليهم هيدروجين أوكي طيب الآن الكربون فيه خاصية اسمها الكاتينيشن إيش معنا الكاتينيشن؟ يعني لاحظوا مثلاً في عندي كربونة 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 حكينا أي كربون عشان تستقر محتاجة أربع روابط لأنه كل رابطة فيها إلكترونين بالتالي بصير في عندي ثمان إلكترونين فهي الكربونة إذا عملت مثلا ثلاثة روابط مع ثلاثة هيدروجينات ورابطة مع هاي الكربونة صار عليها أربع روابط استقرت هاي الكربونة عندها رابطين عملت هون هيدروجينة وهون هيدروجينة استقرت هاي الكربونة عندها رابطة مع الكربونة اللي قدامها تعمل رابطين مع هيدروجينتين الزيادة فبتستقر هذا الكربونات تحمل ثلاث روابط مع ثلاث هيدروجينات مختلفة وعندها رابطه مع الكربون اللي قدامها خرثوا كل الكربونات وكل الهيدروجينات اللي أنا historical مستقرين حانياً damn الكربون قادر انه يعمل سلسله طويله جداً من الكربونات هاي هي خاصية الكتينيشة إذن ايه هي الكتينيشة? هي فكرة انه انا العنصر بقدر يعمل سلسله طويله منه بقدر يعمل سلسلة طويلة منه هاي الشغلة تنطبق على الكربون تمام طيب هلأ فيه شي اسمه الراديكل لنفترض انه انا عندي زي هيك هذا المنظر اللي هون كربونة وهنا فيه هايدروجينات وهنا فيه هايدروجينات ويجيت انا بطاقة وكسرت هاي الرابطة هلأ بس تنكسر الرابطة شو رح يصير الرابطة فيها الكترونين رح يزعلوا هدول الكربونتين من بعض يفسخوا العقد اللي بيناتهم شو اللي رح يصير كل واحد منهم رح يسترد راس المال تبعه فبالتالي الكربون اللي هون رح تسترد الالكترون تبعها الكربون اللي هون رح تسترد الالكترون تبعها تمام هلأ هاي الكربون اللي هون صار عندها سبع الالكترونات في المدار الأخير وهاي الكربون اللي هون صار عندها سبع الالكترونات في المدار الأخير كلا الكربونتين رح يصيروا عنيفات رح يصير كل واحدة منهم بدها تعمل رابطة بأي شكل بتصير هاي الكربون مثلا هون تهجم على أي عنصر قدامها بتقدر تسرق أو بتقدر ترتبط معه والنفس الإشياء الكربوني بتصير تهجم على أي عنصر بتقدر تسرق منه إلكترون أو بتقدر تتشارك معه الإلكترونات فهذا معناها هاي معنى كلمة راديكل راديكل ترجمتها الحرفية يعني عنيف أو متطرف هيك معناها تمام أو يعني هيك معنى كلمة راديكل فهاي العناصر راديكل زي إنها عناصر عنيفة تميل إلى التفاعل بقوة لأنه بتحاول تغطي النقص اللي عندها اللي صار بسبب كسر الرابطة اللي نتج عندها تمام طيب هلأ في مفهوم هنا بدي أوضح لكم إياه اللي هو كل ما زاد البوند لينث كل ما زادت رايح تقل البوند إنرجي يعني إذا كان البوند لينث مثلا مثلا أنا عندي الكربوني والكربوني الطول تبعهم عبارة عن 1.54 أنجستروم أنجستروم وحدة قياس طول اللي هي 10 قوة سالب 10 مثلا عبارة عن مفهوم suspension وهكذا فهذه هي طول الرابطة بين كربوني وكربوني تمام فهذا الطول كبع Shawn هذا هو اللينث بوند تبع الكربوني والكربوني مثلا إذا بدي أتراه اللينث بوند تبع هايدروجينا والهايدروجينا اللينث بوند تبعهم هما فقط 0.74 أنجستروم يعني هنا الرابطة بين совсем الهايدروجينا والهايدروجينا أقصر من الرابطة بين الكربوني والكربوني بالتالي الرابطة بما أنه هاي الرابطة أطول أنا بحتاج طاقة أقل لأكسر الرابطة بين الكربونة والكربونة مقارنة بالطاقة اللي بحتاجها لأكسر الرابطة بين الهايدروجينة والهايدروجينة وهنا بحتاج لطاقة أكبر لأنه الطول أقل تمام؟ فأنت دائماً زي هي طيب لو واحد يجا وحكالي CH كم رح يكون طولها؟ طولها رح يكون رقم بين 0.74 وبين 1.54 أنغستروم تمام؟ بهذا بشكل عام بس المهم هلا اللي بديتتطلع منه أنه دائماً الطاقة اللي لازم يلكسر أي رابطة وتتناسب عكسياً تتناسب عكسياً مع طول هذه الرابطة تناسب عكسياً مع طول هذه الرابطة تمام؟ طيب هلا خلينا نيجي نحكي عن مفهوم إشي اسمه الـ Polarity عشان نفهم معنى الـ Polarity بدنا ناخد مثال فرضاً أنا عندي الهايدروجين بده يتفاعل مع الكلور وبدهم يشكلوا Covalent Bond تمام؟ ركزوا أنه الـ Polarity بنحكي عنها لما يكون فيه Covalent Bond الـ Hydrogen فيه في مداره الأخير إلكترون 1 والـ Clor فيه في مداره الأخير 7 إلكترونات 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 فبالتالي هذا الـ Clor عشان يصير مستقر بده 8 إلكترونات في مداره الأخير وهذا الـ Hydrogen بده إلكترونين في مداره الأخير الحل الأمثل إيش يصير؟ يجي الـ Hydrogen يحكي لها الـ Clor تعال نتشارك هذول الإلكترونين مع بعض هيك صفه أنا عندي في مداري الأخير إلكترون 2 وإنت صفه في مدارك الأخير فيه 2, 4, 6 وإلكترونين الرابطة صرت أنت أيضاً 8 فهي Covalent Bond هلأ فعلياً قوة الـ Clor في أنه يجذب الإلكترونات لعنده أكتر من قوة الـ Hydrogen هلأ بس يتشكل Covalent Bond بديك وتعرف أنه Covalent Bond هاي مش إشي ثابت الإلكترونات فعلياً بتصير الدور تمام؟ بتصير الدور حوالين الـ Hydrogen وحوالين الـ Clor مثلاً الإلكترونات بتصير الدور هيك حوالين الـ Clor هذول الإلكترونين هذول الرابطين بصيروا هيك حوالين الـ Clor ويدوروا أيضاً حوالين الـ Hydrogen هلأ إذا شفنا إحنا الإلكترونيغاتيفيتي على الجدول الدوري حسب القاعدة اللي أخذناها إنه الإلكترونيغاتيفيتي تعيط العناصر اللي جاية على جهة اليسار أكتر من العناصر اللي جاية على جهة اليمين فبالتالي الإلكترونيغاتيفيتي يتعيط اللي جاية ت Gruor أكبر من الإلكترونيغاتيفيتي تعيط الـ Hydrogen تمام؟ وبشكل عام أكثر عناصر إنه إلكترونيغاتيفيتي هو الفلور ... والاكسوجين تمام؟ المهم إليكترونيغاتيفيتي تعيط الليكلور أكثر من إليكترونيغاتيفيتي تعيط الـ Hydrogen مفهوم؟ طيب؟ معناته قوة أو حب كلور للإلكترونات راح يكون أكثر من حب drone للإلكترونات فشو إلي بصير هون الالكترونات راح تمشي زي هيك راح تبدأ تدور حوالين كلور وحوالين الهايدرجين RECH tego تمامmeno بأن نما توصل الهايدرولزين راح تمشي بسرعة حوالهم زي هيك إذن بدور حولين الكلور ببطء بعد ultimately بدور حول الهايدروجين بسرعة تمام طبعاً، كلامنا مين هاي الالكترونات اللي بدور هنا ببطء و هنا بسرعة الإلكترونات الرابطة فقط الإلكترونات نشرين هaquين فقط أما الست إلكترونات بتاعهم الكلور بيضلوا حولين الكلور ما بيهربوا على الهايدروجين أصلاً إنه ما encontrar فيه لهم تشارق تمام إذا إذا نحكي بشكل آخر الكلور بسبب حبه للإلكترونات الـ الإلكترون Sano أو أكثر من الهايدروجين لما صار فيه Covalent Bond صار اقتراب الإلكترونيات من الكلور أكثر من اقترابه من الهايدروجين سعيتها هنا منحكي أنه هاي Covalent Bond Polar Swift أيش يعني Polar Polar يعني في عندي عنصرين عملوا Covalent Bond واحد منهم More Electronic بعبر عن المore Electroarrue بهذا الشكل وعليها إشارة سالب واحد منهم More Electronic وواحد منهم More Electropositive بعبر عن il tactroarrue وفق يها إشارة موجب تمام فبالتالي بكون الإلكترونات مجذوبين للإلكترو نيجاتيف موليكيول أكتر مما هم مجذوبين للإلكترو بوزيتيف موليكيول فهذه هي الفكرة كيف أعبر عن الإلكترو نيجاتيفيتي أو كيف أعبر عن البولاريتي عفوا إما برسم زي هيك S سالب و S موجب عند العنصر السالب وعند المور إلكترو نيجاتيف والS موجب عند العنصر الثاني أو برسم سهم بهذا الشكل بحيث أنه السهم بيكون جاي زي هيك وبدايته خط إذا اتجاه تبع السهم بيكون باتجاه الموليكل اللي هو مور إلكترون نيغاتف زي هذا السهم بالظبط أو إنه إيش ممكن أساوي ممكن إني أرسم الإلكترونات قريبة قريبة من العنصر اللي مور إلكترون نيغاتف هاي مش آيونيك بونت الهايدروجين ما خسر الإلكترونات تبعينه تماما تمام الهايدروجين فقط تشارك تشارك إلكتروناته مع الكلور تمام طيب أتمنى إنه هاي النقطة تكون واضحة لإلكم أوكي طيب هلأ خلينا نحكي عن إيش يسمو الملتبل كوفيلانت بونتز إيش يعني ملتبل كوفيلانت بونتز ليه نفترض أنه أنا في عندي كربونتين وهيدروجينتين الهايدروجينة بتحتاج تعمل رابطة واحدة زي ما شفنا من الأمثلة الماضية عشان تصير مستقرة لأنه هي محتاجة إلكترونين وكل رابطة فيها إلكترونين الكربونة محتاجة يكون في مدارها الأخير 8 إلكترونات فهي محتاجة تعمل 4 روابط لأنه أصلا عندها 4 إلكترونات بالتاني هي محتاجة كمان أربع إلكترونات متشاركين مع غيرها فشو اللي بيصير؟ اللي بيصير هاي الكربونة هلأ ربطت مع هاي الهايدروجينة وهاي الكربونة ربطت مع هاي الهايدروجينة هيك حلينا مشكلة الهايدروجين الهايدروجينة هيصار عليها رابطة إلكترونين خلاص صارت مستقرة طيب هاي الكربونة وهاي الكربونة شو اللي بدهم يساووا؟ الكربونة هي محتاجة أربع روابط وهاي الكربونة محتاجة أربع روابط أنا ما عندي هايدروجيني زيادة شو اللي بده يصير بيجوا هدول الكربونات بيعملوا 3 روابط مع بعض كيف يعني 3 روابط فكرة التلت روابط إنه أنا هاي الكربونة فيها 4 إلكترونات في مدارها الأخير صح؟ هاي إلكترون من إلكتروناتها اتشاركته مع إلكترون ثاني فكونت رابطة يعني هاي الكربونة صار عندها هون إلكترون 2-3 وهي هنا هاي الرابطة 4-5 فهي لسه محتاجة لها 3 إلكترونات ونفس الإشي هاي الكربونة عندها إلكترون 2-3 وعندها الرابطة هاي اللي فيها 4-5 فبالتالي هاي الكربونة علشان توصل للتمنية محتاجة 3 إلكترونات شو اللي بتساوي بتجي بتحكي للكربون اللي جنبيها تعال هدول الإلكترونين تبعونا إحنا التنين وكمان هدول الإلكترونين تبعونا إحنا التنين كمان هدول الإلكترونين تبعونا إحنا التنين بالتالي صار فيه 6 إلكترونات مشتركة بين هاي الكربونة وهاي الكربونة صار فيه إلكترونين مشتركين بين هاي الكربونة وهي الكربونة أخرص هاي الكربونة صار عندها 6 زائد 2 بالتالي صارت 8 مشبعة نفس الإشي هاي الكربونة صار عندها 6 زائد 2 صارت مشبعة لاحظوا أنه هنا إيش عملنا؟ عملنا رابطة ثلاثية عملنا رابطة ثلاثية تمام؟ فبالتالي صار فيه عندي هنا إشي اسمه triple bond triple يعني ثلاثي تمام؟ فبالتالي صار فيه عندي 3 أزواج من الإلكترونات أو يعني 6 إلكترونات ثلاث أزواج من الإلكترونات أو ست إلكترونات صار فيه تشارك بينهم بين هدول العنصرين هلأ مرات بتشكل رابطة ثلاثية مرات بتشكل رابطة ثنائية زي الحالة هون هاي الكربونة عليها رابطة رابطين مع هايدروجينتين وعليها ثلاثة أربعة مع الكربونة اللي جنبيها وهاي الكربونة عندها واحد اتنين مع الكربونة اللي جنبيها وعندها ثلاثة أربعة فبالتالي كل كربونة عليها أربعة روابط صارت مستقرة تمام؟ لاحظ هاي الرابطة الثنائية شو بسمي الرابطة الثنائية؟ double bond double bond في عندي زوجين من الإلكترونات أو أربع إلكترونات تشاركوا بين العناصر تمام؟ طيب هلأ هاي العناصر اللي فيها كربون وهيدروجين وغالباً بتكون جاي على شكل سلسلة مو شرط تكونها شكل سلسلة بس غالباً تكون جاي على شكل سلسلة تمام؟ هاي العناصر بسميها hydrocarbons بسميها hydrocarbons تمام؟ إذا سمعتوا مصطلح hydrocarbons هي سلسلة hydrocarbons من اسمها في هيدروجين وكربونات طيب في هلأ إشي مصطلح منسميهم non bonding electrons أو unshared electrons إيش فكرة هدولة الإلكترونات؟ خلينا ناخد مثال تفاعل الأكسوجين مع الهايدروجين زي ما إحنا بنعرف الماء اللي هو أكبر أكتر عنصر موجود في الطبيعة مكون من H2O إذا رحنا شفنا الأكسوجين على الجدول الدوري وعملنا الطريقة اللي كنا نعملها من أول رح نكتشف إنه الأكسوجين في عنده ستة إلكترونات هاي هنا اتنين تمام هاي أربعة وهاي مثلا ستة خلص ما بدي أرسومهم طريقة مرتبة مش مشكلة هاي ستة إلكترونات تمام الهايدروجين أيضا زي ما إحنا بنعرف حلينا أمثل كتير خلص ما فيه داعي نراجعها عنده إلكترون واحد ونفس الإشي هذا الهايدروجين عنده إلكترون واحد طيب هذا الأكسوجين عنده ستة محتاج يوصل لتمنية علشان يصير مستقر وهذا الهايدروجين عنده واحد محتاج يوصل لتنين علشان يصير مستقر فليش المنطق اللي رايح يصير إنه راح تيجي هاي الهايدروجينة مع هاي الأكسوجينة هنا بيعملوا رابطة بهدول الإلكترونين كوفيلانت بوند وهاي الهايدروجينة مع هاي الأكسوجينة بيعملوا رابطة بهدول الإلكترونين كوفيلانت بوند فبالتالي صار الأكسوجين عندها 8 إلكترونات لأنه في عندها 2 4 رابطين اللي فيهم أيضا أربعة فصار عندها 8 الهايدروجينة هاي عندها إلكترونين الهايدروجينة هاي عندها إلكترونين طيب شوفوا شو اللي صار اللي صار أنه في بعض الإلكترونات شكلت bonds وفي بعض الإلكترونات بدي أعلمهم باللون الأخضر ضلوا un shared غير متشاركين يوش يعني ضلوا ملك حصري للأكسجين هدول الإلكترونات بسميهم non bonding electrons يوش يعني non bonding electrons إلكترونات لم يتم مشاركتهم أو بسميهم un shared electrons ضلوا هدول الإلكترونات على الأكسجين ما تم تشاركهم مع أي هيدروجين هذا المركب هلأ متعادل إيش مرات بصير؟ مرات بتشكل عندي إشي اسمه الهايدرونيوم آيون إيش بصير؟ بيجي هايدروجين هذا الهايدروجين بيكون فاقد كل إلكتروناته في تفاعل سابق تمام؟ بيجي بيحكي للأكسوجين تعال أعطيني تصدق علي بهدول الإلكترونين بتصير أنت بظل أنت عندك تمانية في مدارك الأخير إنه ناصر ما عندي ولا أي إلكترون بس أنا بتصير فيه عندي اتنين فأنا باستقر هذا الإشي ممكن يصير بتشكل عندي إشي اسمه الـ H3O Plus ليش H3O Plus؟ الـ Plus وين موجودة؟ موجودة على الـ H الجديد اللي إجت تمام؟ هذا بسميه الهايدرونيوم آيون بس هذا الإشي نادر ما يصير فيه الظروف الطبيعية خليني نحكي في الظروف المتعادلة اللي ما في عندي لا أحماض ولا قواعد تمام؟ المهم إنه لاحظوا إنه العنصر هذا شكل زوج من الإلكترونات الغير رابطة 2 أمبيرد 2 لاحظ 2 أمبيرد groups of electrons تمام؟ هاي group of electron أمبيرد هاي group of electron أمبيرد إيش يعني أمبيرد؟ يعني غير متشاركة تمام؟ طيب وزي ما حكينا هاي الأمبيرد إلكترونز ممكن تروح يأخذها آيون موجب مثلا ويصير عندي إشي زي الـ H3O Plus وهذا الإشي مش بس في الـ H2O مش فقط في الماء في كتير عناصر تعالوا نشوف مثلا ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون الكربونة بتكون مشكلة رابطين مع الأكسجين اللي جنبها رابطين مع الأكسجين اللي جنبها هلا الكربونة رابطين أربعة الأربعة روابط فيهم ثماني إلكترونات بالتالي الكربونة مش بعض هاي الأكسجينة إيش وضع هاي الأكسجينة؟ هاي الأكسجينة عندها رابطين فيها أربع إلكترونات وعندها إلكترونين فوق وإلكترونين تحت تمام؟ فهي عندها أيضا ثماني إلكترونات ثنين أربعة ستة تمانية الإلكترونات اللي فوق واللي تحت هدولا الالكترونات اللي فوق واللي تحت تمام؟ هدولا Unshared electrons أو Non-bonding electrons تمام؟ Non-bonding electrons أوكي؟ طيب خلص بكفي هيك أمثلة بس نيجي نحل نشوف هذا المثال بقول لك draw the structure C3H6 having one carbon carbon double bond بقول لك أرسم لي مركب فيه ثلاث كربونات وفيه double bond واحدة تمام؟ وفيه فقط carbon hydrogen زي أنتم لاحظين هاي كربونة بدي أرسم الدبل bond هون بصير ترسمها هون نفس الإشي بدي أعبل باقي هيدروجين هاي الكربونة كم رابطة عليها اثنين فمعناتو بحتاجة كمان رابطين هاي ثلاثة هاي أربعة فهي أنا حطيت هون الهايدروجين الأولى والهايدروجين الثانية هاي الكربونة كم رابطة عليها رابطين قبلها رابطة بعدها محتاجة هيدروجينة واحدة فهي بدي أحط كمان هيدروجينة كم هيدروجينة ستتحاطط واحد اثنين ثلاثة هاي الكربونة كم رابطة عليها رابطة واحدة مع الكربونة اللي قبلها فمعناته بدي أحط ثلاث هايدروجينات اثنين ثلاثة تمام فبالتالي كم هايدروجينات صار عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اتش سيكس صح لأنه عندي ست هايدروجينات وكم كربون واحد اثنين ثلاثة سي ثري صح وفي عندي دابل بوند زي ما طلب بالسؤال فبالتالي هذا هو المركب الصحيح اللي رسمتم وانا رسموه بطريقة تانية نفس الشيء ما بفريش يعني انا رسمتها بس بشكل يعني هيك الخط شوي جاي مايل فبدأكون ادق عادي يعني برسمها مش بناتنا يعني المفروض اني ارسمها زي هيك الهايدروجينا وزي هيك الهايدروجينا تمام طيب هلا خلينا نحكي عني شي اسمه حكينا ايش معنا كلمة فيلنس إلكترونز قلنا الفيلنس إلكترونز هي الإلكترونات اللي موجودة فيه الشل الأخير كلمة فيلنس لحالها هي عدد الروابط اللي بيقدر أي عنصر يشكلها مثلا الكربون بيقدر عنده الفيلنس تبعه يساوي أربعة بيقدر يشكل أربعة روابط الأكسوجين بالشكل الطبيعي من غير ما يكون عليه من كل ما يكون في المركب فيه شحنات موجبة أو سالبة الأكسوجين عنده قدرة مثلا أنه يشكل two bonds مثلا زي الـ H2O وهي H وهي H طبعا بيضل عليه زوج من الإلكترونات الغير رابطة ممكن بهذا الزوج يشكل رابطة ثالثة بس إحنا بنحكي بحالة المركب الغير مشحون لا شحنته موجبة ولا شحنته سالبة كم الفيلنس بتشوف عدد الروابط اللي بيشكلها المركب بدون ما يصير مشحون في الأكسوجين الفيلنس تبعه اتنين تمام النايتروجين الفيلنس تبعه ثلاثة إذا حسبتوها الفلور والكلور والهايدروجين الفيلنس تبعهم واحد وهكذا أوكي طيب طيب خلينا نشوف الأمثلة اللي هون اتطلعوا علي على سبيل المثال يجي حكالك عندي C3H4 بدي ترسم لي الأشكال المحتملة لإلها بدي ترسم لي بشكل مفصل الأشكال المحتملة لإلها كيف بدي أرسم الشكل المحتمل لازم أول إشي الشكل الرسمي يكون فيها ثري كاربونز ويكون فيها فور هايدروجينز وكل كاربون يكون عليها أربع روابط تمام فعندك ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول اتطلع كيف رسمها أرسم لك ثلاثة كاربونات زي هيك جنب بعض بين الكاربون الأولى والتانية فيه ثلاثة روابط تمام فهي الكاربون الأولى صار عليها ثلاثة روابط وتربط مع هايدروجينة قبليها تمام هيصاروا أربعة الكاربون الثانية عليها ثلاثة روابط مع اللي قبليها ورابطة مع اللي بعديها فخلص عليها أربع روابط ما محتاجة ترتبط مع هايدروجين الكاربون الأخيرة عليها رابطة واحدة مع اللي قبليها فبالتالي محتاجة فقط هيدروجين 2 3 تمام بالتالي يطلع كم هيدروجين 1 2 3 4 و3 كربونات وكل كربونات مربوطة ب4 روابط وكل هيدروجينة مربوطة برابطة واحدة صار المركب طبيعي C3H4 الاحتمال الثاني ايش هو الاحتمال الثاني يكون في عندي كربونة 2 3 بين كل كربونة والتانية 2 bonds فبالتالي الكربونة الاولى في 2 bonds مع الكربونة اللي بعديها وفي 2 bonds كل واحدة منهم مع هيدروجين فبالتالي 1 مع هيدروجين 2 مع هيدروجين 3 و 4 مع الكربوني اللي بعديها الكربوني اللي بالوسط في رابطين مع العلي قبليها ورابطين مع العلي بعدها عليها 4 روابط ما بتحتاج هيدروجين الكربوني التالتا في رابطين مع الكربوني اللي قبليها وف هي verkني 2 1 و 2 4 روابط تمام فهذا أيضا رسم صحيح يكتب يمكن تكون بهذا الشكل أنا ما بقدر أميز إذا ما pixels تمام برضو الاحتمال الثالث ايش الاحتمال الثالث يكونوا الكربونات على شكل حلقة زي هيك كربونة اثنين ثلاثة بحيث انه كل كربونة شابكة مع التانية وبين الكربونتين هدول اللي فوق فيه طب البونت اذا بتحسبوها راح تلاحقوا انه كل كربونة عليها اربع روابط و عدد الهايدروجينات اربع هيدروجينات وفي عندي ثلاثة كربونات تمام فهذا حقق ايضا سي ثري اتش فور اوكي طيب عرشان هاي الفكرة ممكن ما تكون واضحة كتير لعندكم خلينا نحل البروب بحل الاشياء اللي ممكن ما تكون واضحة والاشياء اللي بتتكرر في عصلة السنوات تمام فكل البروبلمز اللي هون بعتبرها امثلة سابقة يعني بس علشان منها نفس الفكرة ما في داعي نضيع وقت عليها بس علشان تكونوا فاهمين الفكرة تمام هلا ايش بيحكي لك يوز داشت فور بونتس اندوز دا فيلنس جيفن ان التابل هادا اللي هون علشان ترايث استركشور فور اتش اف ذا فوروينج بيحكي لك في عندي سيث اتش ثري اف في عندي كربونة في عندي فلورا في عندي هيدروجين كيف ه دولو ممكن يكونوا رابطين هل في اكتر من احتمال الاحتمال واحد زي ما احنا بنعرف الفلور فيه سبع الكترونات معناته هو بحب يعمل رابطة واحدة تمام عد روابط اللي بيعملها واحدة فبيعمل رابطة واحدة الكربون بحتاج يعمل اربع روابط والهايدروجينات بحتاجوا يعملوا رابطة واحدة فشو بيعمل الكربون بربط هون وهون وهون هاي الكربون كم رابطة صار عنده الكربون صار في عنده رابطة اثنين ثلاثة اربعة الفلور كم رابطة عنده رابطة كل هيدروجين عنده رابط تمام فبالتالي صار في عندي مركب مستخر زي هيك طيب ايش حاطط لي هون في عندي C H5N كربونة وخمس هايدروجينات ونايتروجينات خلنا نفكر فيها بشكل منطقي هلا النايتروجينات ممكن انها تشكل ثلاث روابط زي ما هو مالكتوب قدامكم هون الكربونة ايش بتشكل؟ بتشكل رابطة واحدة تمام رابطة واحدة غير الثلاث روابط هذول يعني بتشكل الكربونة اربع روابط تمام فاذا الكربونة بدها تشكل رابطة طيب المركب هون C H5N معناته ما بوضبط عندي انا احط ثلاث روابط بين الكربون والنايتروجين ليه؟ لانه انا هيك افصار في عندي هي انا حطت هايدروجينات طيب انا مطلوب اني احط خمس هايدروجينات فما بوضبط فبالتالي المركب ما بصير احط ثلاث روابط بين النايتروجين والكربون لازم اشوف احتمال تاني خلينا نشوف الاحتمالات التانية كربونة مع نايتروجينات زي هي هاي انا هيك اعملت رابطة بين اتهم هاي الكربونة لازم يكون عليها أربعة روابط فهي تلت روابط مع هايدروجين تمام وهاييه ايش بدي اعمل بدي هايدروجين الرابعة selon 5 اوكي فبهذا الشكل بهذا الشكل صار عندي المركب مستقر صارت هاي الكربونة عليها اربعة روابط اصلاً الفيلانس تباعها اربعة والنيتروجين الفيلانس تبعه تلاتة والهايدوروجينات الفيلانس تبعهم واحد هايك صف المركب عندي CH2-2-3-4-5 CH5-N تمام؟ فهي هيك رسمت المركب بالشكل الصحيح تعالوا نشوف هذا السؤال الأخير هل هو البروبلم الأخير؟ إيش بقولك؟ بقولك هل C2-H5 هو مركب مستقر؟ نحكي له تعالوا نشوف هاي كربونة مع كربونة في عندي خمس هيدروجينات لازم يكون أنا بشكل عام عندي أربع روابط على الكربونة ورابطة على كل هيدروجينا طيب أنا فرضا بدي أحط هيدروجينات هاي هيدروجينة 2-3-4 1-2-3-4 ممكن أحط هنا دبل بوند مثلا طيب إذا عملت زي هيك هاي الرسمة اللي هون هل كل ذرة مستقرة الكربونة عليها أربع روابط أربع روابط وكل هيدروجينة عليها رابطة هيك مستقر بس لاحظوا هنا شو الرسمة؟ C2-H4 هل بقدر أحط هيدروجينة زيادة في أي مكان؟ ما بقدر أحط هيدروجينة زيادة في أي مكان بالتالي C2-H5 ليس مركبة مستقرا لو بدي يصير عندي C2-H5 تيجيني مثلا هيدروجينة هاي الهايدروجينة سالبة كيف يعني سالبة؟ يعني سارقة إلكترون من حدا تاني فعندها إلكترونين وتيجي تحكينا هاي الكربونة يلا أنا بدي أحشيك بإلكترونين من بره مثلا زي هيك تمام؟ وتيجي زي هيك فبصير C2-H5 بس هذا المركب بكون مركب سالب وغير مستقر بصير هذا الكربون بنفور صار في عنده عشر إلكترونات وما بده غير تمانية في مداره الأخير تمام؟ طيب هلأ خلين نتعلم بعض المصطلحات الموليكولر فورميولا وستركترال فورميولا عشان أبسطها عليكم هذه مكتوب العرب هذه المركب هذا الموليكولر فورميولا تمام؟ فإذن الموليكولر فورميولا مكتوب بشكل مختصر بس مكتوب الذرات وعددها بينما lipstick for formula مكتوب الذرات وعددها وين في روابط ثلاثية وين في روابط ثلاثية ومواقع الروابط تمام؟ طيب فإذن نفهمنا يشي الفرق بين đầuون الموليكولر فورميولا وبين estructural فورميولا هلأ خلين نتعلم مصطلح إشي اسمه الـ Isomers. الـ Isomers فعلياً همه نوعين بشكل أساسي. رح ناخد إحنا النوع الأول هلأ تمام؟ النوع الأول حنشرح شو معنى Isomers وحنشرح شو معنى النوعين. بس بدينا نعرف شو المصطلحات. النوع الأول من الـ Isomers إشي منسميه Structural Isomer Structural Isomer أو Constitutional Isomer Constitutional Isomer تمام؟ هذا النوع الأول من الـ Isomers. النوع الثاني من الـ Isomers إشي منسميه Stereo Isomers Stereo Isomers طيب شو معنى كلمة Isomers وليش في منه نوعين؟ هلأ الـ Isomers هي مركبات إلها نفس الموليكيولر فورميولة إلها نفس الموليكيولر فورميولة بس بتختلف في الـ Structural Formula إما في موقع الرابطة أو في اتجاه الرابطة كيف يعني؟ تعالوا نشوف أنا سبيل المثال. فرضاً هي أنا عندي كربونة تمام؟ هي أنا عندي مثلاً هنا بروم وهنا عندي هايدروجين وهنا عندي مثلاً أكسوجين وهنا عندي برضو هايدروجين تمام؟ وبلاش بديش أحط هنا هايدروجين أحكي لكم بدي أحط هنا OH وهنا مع هاي الكربونة في عندي C بهذا الشكل تمام؟ طيب وهنا هايدروجينة طبعاً تعالوا نشوف هذا المركب كم ذرة فيه فيه كربونتين فهو C2 تمام؟ وفي عندي هايدروجينة 2, 3, 4, 5 H5 كم أكسوجينة؟ 1, 2 O2 BR هذا هو المركب اللي زي هيك طيب بدي أرسل مركب تاني كربونة كربونتين تمام؟ هنا بدي أحط OH هنا بدي أحط هايدروجينة بدي أحط هايدروجينة تمام؟ وهنا بدي أحط هايدروجينة بدي أحط إبروم بدي أحط OH تعالوا نشوف هذا المركب لو بدي أجي أسميه في عندي كربونتين C2 عندي هايدروجينة تمتين 3, 4, 5 H5 كم أكسوجينة؟ 1, 2 O2 تمام؟ وبروم إبروم واحد لاحظوا التنين كموليكيولر فورميولة متشابهين لكن الاختلاف بيناتهم إيش؟ الاختلاف بيناتهم في موقع الرابطة هنا الأكسوجين جاي بالنص هنا الأكسوجين جاي على الطرف ورابط بهايدروجينة تمام؟ فهنا الاختلاف بين هذا وبين هذا في موقع الرابطة التنين بسميهم آيزوميرز التنين بسميهم آيزوميرز تمام؟ طيب بدي أرسلم لكم مركب تالت عشان نفهم أنواع الآيزوميرز هلأ فهمنا إنه هدونا التنين يسمهم آيزوميرز نيجي نرسل مركب ثالث فرضاً أنا عندي كربونة هاي أكسوجينة هون هاي كربونة هون عندي أو أتش هون عندي هايدروجينة هون عندي بروم وهون عندي هايدروجينة 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 تمام فصار في عندي هاي هذا كمان مركب تعالي نشوف تسميته C2 أو نشوف الموليكولر فورميلة مش التسمية التسمية فيه آيوباك نيمينغ نظام عالمي للتسمية رح ناخده المرة الجانية بس الفكرة إنه نعرف كيف نكتب الموليكولر فورميلة كربونتين هايدروجينة تنتين ثلاثة أربعة خمسة اتش فايف أكسوجينة تنتين أوتو وحبة بروم لاحظ إلو هذا وهذا وهذا نفس الموليكولر فورميلة بس كلياتهم معناتها ما دام إن كلهم نفس الموليكولر فورميلة كلياتهم ينطبق عليهم اسم الآيزوميرز ينطبق عليهم اسم الآيزوميرز طيب تعالي نشوف الفرق بين هذا اللي هون وهذا اللي هون هدول المركبين الفرق بيناتهم في موقع الرابطة لاحظ موقع الأكسوجين جاي بالنص بينما هون موقع الأكسوجين جاي على الطرف فهدول مع بعض شو بسميهم بسميهم إذا بدي أرمز لهم واحد اتنين و تلاتة بحكي إنه بين واحد واتنين هدول عبارة عن constitutional isomers ليش حكيت constitutional؟ لأنه قلنا إيش معنى كلمة آيزومير؟ آيزومير يعني اختلاف في موقع الرابطة أو في اتجاهها هلأ الاختلاف هون في موقع الرابطة فهذا النوع من الآيزوميرز بسميهم constitutional isomيرز طيب إذا كان الاختلاف في اتجاه الرابطة كيف يعني؟ زي بين اتنين وثلاثة اتنين وثلاثة كل مواقع الروابط نفسها بس باتنين الـ OH جايلة تحت بثلاث الـ OH جايلة فوق هذا الاختلاف الوحيد إذا الاختلاف في اتجاه الرابطة بس في الحالتين الرابطة الـ OH مربوطة على نفس الكربوني تمام؟ فهون الاختلاف بين الـ 2 وثلاثة في اتجاه الرابطة مش في موقعها هدول بسميهم ستيرو آيزوميرز ستيرو آيزوميرز تمام؟ طبعاً المهم هلأ تعرفوا الـ بشكل تفصيلي الـ سنفصلهم في الـ طيب إذا شرحنا شو معنى الـ وشرحنا شو معنى الـ ومعنى الـ مهم كتير نميز بين أنواع الـ ما إنا إحنا هلأ عم نحكي عن الـ فتعالوا نشوف هذا اللي هون إيثانول وهذا اللي هون إشي اسمه ميثو أكسي ميثان التنين عبارة نفس لهم نفس الموليكولار فورميلة تمام؟ ولكن بيختلفوا في موقع الرابطة فبالتنين عبارة عن Structural Isomers يعني التنين عبارة عن والتنين عبارة عن Structural Isomers طلعوا على هذا هذا عبارة عن إيثالالكوهول إلو الـ وهذا نفس الإشي هذا تخيلوا شوف الفرق هذا عبارة عن سائل وبيغلي على درجة حرارة 78.5 هذا عبارة عن غاز وبيغلي تمام؟ البويلينج بوينت تبعته هي سالب 23.6 هاي هون بس لازم هاي مكان اتنين يكون فيه هنا إشارة سالب بس غلط الطباعة تقول هذا تمام؟ فلاحظ هذا عبارة عن غاز البويلينج بوينت تبعته تحت الصفر فشوف كيف انه اختلاف بين الـ حتى لو بينها في بهاي وبهاي نفس عدد الذرات تمام؟ طيب هلا خلينا نحك نشوف كيف نكتب الـ طيب كيف نكتب الموضوع بسيط كتير هلأ ممكن هو يعطيني الموليكولر فورميلا ويطلب مني ممكن يعطيني يطلب مني الموليكولر فورميلا خلنا نبدأ بالاسهل لو أعطاني لو أعطاني وطلب مني موليكولر بكل بساطة ببدأ بالعناصر دائما بحب أحقلي الكربون بالأول بعدي الهايدروجين تمام؟ فمثلا هنا هذا عبارة عن 1 2 3 4 5 بدي أكتب من هذا بدي أكتب منه الموليكولر في عندي 5 كربونات بحط C5 وعندي عدد الهايدروجينات 1 وفوق فيه 5 تحت فيه 5 إذن فوق وتحت 10 هاي 11 هاي 12 في C5H12 فهاي هي الموليكولر فورميلا عندي هذا العنصر تعالوا نشوف كم كربون بعدين كم هيدروجين 1 2 3 4 5 5 كربونات كم هيدروجين 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 هيدروجين وهكذا هيك أنا عم بطلع عندي عم بطلع عندي عم بكتب منه الموليكولر فورميلا تعال نحكيها بشكل آخر طيب تعالوا لهذا العنصر أو لا خلنا نبدأ بالأسهل شوي تعالوا لهذا اللي هون هذا اللي هون هو عبارة عن موليكولر فورميلا ومختصر شوي تمام هاي طريقة من الاختصارات للموليكولر فورميلا مدال ما يكتبوا بهذا الشكل كتبوا بهذا الشكل وهنا راح نشوف الفلع بكل أحوال تعالوا نكتب من هاي ايش في عندي كربونة هون كم كربونة فيه كربونة ضرب ثلاثة في عندي ثلاثة كربونات هون هاتوا كربونة هون ثلاثة هاي أربعة وهون هاي خمسة إذن عندي 1 2 3 4 5 تمام سي اتش ثري هاي هايدروجينة ثلاثة وهونه سي اتش تو ثلاثة مرات معناته هاي وهاي وهاي سي اتش تو كلياتهم والأخيرة سي اتش ثري هاي هيك كتبتها الطريقة صحيحة ممتاز طيب تعالوا نشوف مثلا هاي الرسم اللي هون هاي الرسم اللي هون إذا بدأ رسوم لها بشكل واضح كيف برسوم لها بحط كل كربونة محطوطة زي هك واحد 2 3 4 وعلى الكربونة الثانية فيه كربونة هنا هيدورجين 3 ثلاث هي صار عليها 4 روابط هاي عليها 3 روابط هاي هيدورجينة كمان هاي خمس هيدورجينات هاي الكربونة عليها رابطة واحدة فابلي حط 6 Regional 7J هيدورجينات هون كمي كربونة في عندي رابطة ложة عليها 9 how 10 هاي هونه كمي رابطة واحده على الكربونة هاي دع Bugو erровجينا 23 في البتالي سار في عندي 3 6 70 70 91 behaviour 13 تمام سوريしょ trench سوري يا ربي هاي الكربونة عندها رابطة 2-3 مع كربونات فعندها هيدروجينة واحدة إذن هون 3 هون 6 هون 9 هون 10-11 هاي هيدروجينة واحدة فإذن هون في عندي 12 هيدروجينة هون في عندي 12 هيدروجينة طيب تعالوا نشوف مثلا هون رسموا بشكل مختصر أكتر كيف رسموا أنا في عندي هاي CH3 وهاي CH3 صح وهاي CH وهون CH2 CH3 بذا حطينا CH3-2 مع بعض CH3 ضرب اثنين زي هيك بعدين في عندي CH بعدين في عندي CH2 بعدين في عندي CH3 هاي طريقة أخرى لرسم المركب بصراحة هتلاقوا هنا كيف تكتب الموليكولر فورميلة الموضوع بايخ شوي ما بدنا نقعد لح في القواعد خلص موضوع منطق تمام؟ موضوع منطق بعطيني أي شكل أنا بعرف أكتبه تعالوا نجرب أمثرة عشان يعني أنا الفكرة ما بدي إياك وتعدوا نحفظ قواعد خلص بدني نفهم كيف نكتب الـ Structural formula عندي هذا المركب بقول لي اكتب لي Structural formula منه هاي الموليكولر فورميلة طيب أول إشي CH3 خليني أحط كربونة وهي ثلاث هيدروجينات ولو تكرم عينك بعدين شوفي عندي في عندي كربونة هاي الكربونة حاف الكربونة الأصل في عليها أربع روابط فيبدي أرسم هنا كربونة بدي أعرف أن هاي الكربونة عليها أربع روابط بدي أشوف شو فيه على هاي الكربونة هلأ الرابطة الأولى مع CH3 اللي قابليها إيش الروابط الثانية في رابطين مع CL2 ورابطة مع CH3 بحط هون رابطة مع CH3 ورابطة فوق وتحت مع CL2 مع CL تمام فبالتالي هذا هو الجواب الصحيح لاحظوا هاي وانا طبعا CH3 لأضغط إنه كيف نكتبها نكتبها بهذا الشكل وهيدروجينة فوق وهيدروجينة تحت تمام هاي هنا هيدروجينة إذن خلينا نشوف هات الستركشور تطلعوا عليه هون هاي كربونة تنتين ثلاثة الكربونة اللي بالوسط عليها CL2 نفس اللي احنا عاملينه الكربونة الأولى والثالثة عليهم ثلاث هيدروجينات هاي رسلنا الستركشور صح؟ تعالوا لهذا المثال آخر مثال نعمله في عندي CH3 مرتين وبعديها كربونة وبعديها شغلة موجودة مرتين معناته هاي الكربونة بدها تكون خلينا أرسم الكربونة اللي بالوسط هيك تسهيلا في عليها شغلتين قبليها وشغلتين بعديها إيش الشغلتين اللي قبليها CH3 CH3 وبعديها دايما لما يكون في عندك رقم اثنين فهاي رقم اثنين معناته إنه هذا الاشي وهذا الاشي اللي هم التنين اللي بيشبهوا بعض تمام رقم اثنين معناته إنه تنين والتنين شبكين على نفس الكربونة ونفس الاشي هون بعيد في رقم اثنين فمعناته هذا الشكل موجود مرتين CH2 CH3 وهون ايضا CH2 CH3 تمام والتنين هاي CH2 CH3 وهاي CH2 CH3 تنين موجودين على نفس الكربونة هيك موليكولر واضح لا لسه بدي اوسع اكتر كيف يعني بدي اوسع اكتر بدلا ما اكتب هون CH3 بكتب هون كربونة وبحط الثلاث هايدروجينات بهذا الشكل هايدروجينة ثلاثة ونفس الاشي هون بدي احط بهذا الشكل هايدروجينة ثلاثة هون في عندي CH2 CH3 بدي ارسلمهم بشكل فصل اكتر فهون عندي هاي الكربونة عليها هايدروجينتين هاي واحد اثنين ورابطة مع الكربونة وهاي عليها ثلاث هايدروجينات وهو نفس الاشي اللي فور يا رب هاي 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 كربونة رابطة مع اللي قدامها هاي عليها هايدروجينتين هاي عليها هايدروجينتين ثلاثة كمعنا هي الرسم هنا نفسها هي اللي قمنا بكم ففهمنا اذن الفرق بين المشكلة كيف نكتب ملقى المشكلة بالمشكلة وكيف نكتب المشكلة و Carmina وكيف نكتب ملقى وكيف نتجد مواجه PREMIANT اختصار بالمشكلة خلص يعني على فكرة هاي لاحظوا يعني بدي أحكي لكم أنا أقول لكم أبداً شوي أنها molecular هي structural مختصرة يعني هاي خليني أحكي لكم هاي structural أوسع إشي ممكن أختصرها شوي ممكن أختصرها أكتر هاي structural تمام مختصرة هاي molecular عفواً هاي molecular الموضوع بساطة كيف نميز من molecular structural molecular ما بكون فيها روابط تمام عشان ما أعجئكم هيك باختصار هلأ بدي إياكم تعرفوا أنه هدولة تمام عبارة زي ما أكدت هلأ بدي أكد على معلومة هون بس عشان ما يكون صالت مشكلة بالمايك هدولة تمام عبارة زي ما حكينا عن structural formula أي إشي كيف مميز بين structural و molecular الموليكولر ما بيبين فيها مواقع الروابط تمام ما بيحط لي أي اتجاه للروابط لو حط لي أي اتجاه له الروابط ولو بشكل جزئي هذا بسميه structural الشكل الأمثل في structural أنه يحط كل الروابط حتى الهايدروجينات مرات بختصر للإفاعدة خلص هذا structural مختصر فهدولة كلهم structural هدولة هدولة molecular موليكولر ما بيين فيها روابط أي إشي مجرد ما تشوف شكل رابطة بيعرف إنه هذا structural مش molecular تمام فدائما كلمة structural في عندي روابط موليكولر ما في عندي ولا أي رابطة أوكي طيب هاي فيه طريقة تانية لإختصار في الرسم خلينا نتعلمها هلأ الفكرة في الرسومات اللي موجودة هون إنه إحنا كل زاوية زي هيكها تعبر عن كربونة فمثلا أنا رسمت هاي اللي هون هاي كربونة 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 باختصار طبعا إذا ما رسمت إشي مثلا هاي الكربونة الأصل على الكربونة يكون فيه أربع روابط هاي الكربونة مربوطة مع اللي قدامها برابطة تانية طيب وين باقي الروابط؟ باقي الروابط هايدروجين ما بنرسمهم للاختصار طيب فرضاً أنا رسمت مركب زي هيك مثلاً بهذا الشكل وفي عندي خط طالع لفوق إيش هذا المركب؟ هذا المركب أيضاً أربع كربونات كربونة اثنين ثلاثة أربعة تمام؟ هاي الكربونة كم هايدروجين عليها؟ ثلاثة لأنها هي رابطة مع كربونة واحد فقط وابدامها فضل ثلاثة روابط هاي عليها ثلاثة هيدروجينات هاي عليها ثلاثة هيدروجينات هاي الكربونة عندها رابطة فوقها ورابطتين تحتها معناته هاي الكربونة اللي هنا معليها رابطة هيدروجينية واحدة وثلاثة روابط كربونية تمام؟ طيب إذا فرضاً أنا رسمت مركب مثلاً زي هيك هذا المركب كم كربونة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس كربونات فرضاً إيجيت حطيت رابطة ثنائية هون إيش هذا المركب بالظبط؟ خليني أرسمه بشكل أوضح عشان هاي هنا دبل بوند هذا إيش؟ إيش هذا المركب بالظبط؟ هذا كربوني كربوني بعديها دبل بوند مع الكربوني اللي بعديها بعدين رابطة عادية مع الكربوني اللي بعديها هذا الرابط عادية مع الكربوني اللي بعديها والباقي هايدروجينات هاي الكربوني عليها ثلاثة روابط بتاري عليها هايدروجينة واحدة هاي الكربوني عليها ثلاثة روابط بتاري عليها هايدروجينة واحدة وهي عليها كربون اثنين ثلاثة تمام فهذا هو شكل تبع هذا المركب طبعا عشان بس التوضيح حشان جزء ما تكون واضحة هاي اللي هون دي أكد انها دبل بوند زي هيك تمام طيب تعالوا نشوف السؤالين اللي موجودين تحت بقول لك write a more detailed structure formula لهذا الاشي اللي هون هذا اللي هون طلع كربونة تنتين ثلاثة أربعة وفيه كربونة فوق على الكربونة الثانية تعالوا نرسمه هاي أفرجيكم هاي كربونة واحد هاي كربونة اثنين ولاحظ انه كربونة اثنين في فوقها كربونة عليهم دبل بوند هاي كربونة هاي كربونة ثلاث بعدين هاي كربونة اربعة والباقي هايدروجينات هاي هون هايدروجينات هاي الكربونة عليها اربعة روابط خلاف فما بحط عليها ولا هايدروجين هاي الكربونة عليها روابطين فلا بحط عليها هايدروجينتين هاي الكربونة ثلاثة هايدروجينات هل هذا الـ structure هيك يعبر عن اشي تاني غير الكربونة الهايدروجين لأ فيه double bonds فيه triple bonds بحطهم طيب فرط نحط لهنا كلور حط لي هون كلور إيش بكون هذا المركب سعيتها بكون هذا المركب كربوني كربوني ثانية عليها كربوني فوقيها دبل بونت تمام زي هيك كربوني ثالثة مش كربوني رابعة كلور تمام وطبعا الكربونات بعبيهم هيدروجينات هاي زي هيك هاي ما عليها ولا هيدروجينات هاي ثلاث هيدروجينات وهاي اللي فوق هيدروجين تان تمام فهي كبـ بكون هذا إذا أعطاني هذا الرسم وطلب مني أرسم زي هيك فرضا أن أعطاني هذا المركب اللي هنا وطلب مني أرسم هذا الرسم اللي هنا شو اللي بدأ ساويه؟ باجي بحط بكل بساطة كل كربونة بحط لها زاوية مثلاً CH3 خلا نبدأ من هون هاي CH3 بعديها CH2 هاي خط هاي هنا CH2 تمام؟ بعديها CH هاي الكربونة 3 هاي 1-2-3 هاي 1-2-3 تمام؟ هاي 1-2-3 بين 3 و 4 الكربون الرابعة فيه double bond فبرسم هيك بعدين هاي كربونة رقم 4 بعدين فيه كربونة 5 صح؟ هاي كربونة 5 هاي هنا كربونة 5 فيه معديها كربونة 6 هاي الكربونة 6 فيه بعدها ايش؟ CH3 مرتين يعني هاي الكربونة 6 فيه عليها رابطين مربوطة بشغلتين CH3 فبرسم واحدة لتحت واحدة زي هيك مثلا او ممكن ارسمها اذا بدي ارسمها بشكل اوضح تمام هاي اللي هون هي الكربونة 6 برسم واحدة لفوق و واحدة زي هيك فيش هاي الفكرة اللي هون؟ هاي CH3 وهاي طبعا كم كربونة رابطة؟ رابطة مع 1 2 3 فهي CH فهنا هاي 6 وهنا هدولة هم 7 و 8 فهي 7 و 8 هاي هي الرسمة بالظبط طبعا هو راسمها نفسها في حل السؤال بس بدل ما يطلع لفوق ثم ينزل لتحت نزل لتحت ثم طلع لفوق لعند مستوانة اللي احنا عم ناخده هاي يعتبروها زي هاي بالظبط يعني لو في الامتحان حلت بيجي سؤال دوائر كان فيجي هذا الجواب او هذا الجواب اتنين نفس الاشيي تمام؟ بلد موسيقى